السلام عليكم ومرحبا بكم نتكلم اليوم عن موضوع الأرض المجوفة ما هي بين الحقيقة والأسطورة سنتكلم عليها في جزئي نرى الآن ما يمكن أن يقال عنها من قبل من يسمون أنفسهم بعلماء قبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا لكم لنبدأ لا شيء يحدث الصدفة ولا شيء يكون كما يبدو عليه وكل شيء مرتبط بعضه ببعض هذه هي المبادئ الثلاث لنظرية المؤامرة التي يشيعون عنها العديد من الأشياء التي لا ترتبط فيما بينها وإنما مجرد تضليل وفقد هذه المبادئ هي حقيقة ما يجري فعلا سواء في الخفاء أو أمام الأعين المغمضة ومن الأقوال التي أشاعوها هو أن الكرة الأرضية ليست سماء وإنما هناك تجاويف تصل إلى عمق الأرض الداخلية تعيش فيها حضارات موازية لما فوق الأرض ويرى من يقول بهذا الاتجاه أن الوصول إلى قلب الأرض السفلة لا يكون إلا من جهتين الشمال والجنوب وقالوا بأن ظاهرة الشفق القطبي تدل عليه هذا الاتجاه هو الذي عرف فيما بعد نظرية الأرض المجوفة التي تبناها العديد من الكتاب والباحثين والمهندسين وحتى السياسيين وقادة دول في المقابل صارت هاتين النظريتين كالنار في الهشيم في عالمين العربي والإسلامي وآمن بها الكثير وتعصب لها وبحثوا عن تبريرات فما وجدوا غير الظواهر النهاية التي تكون بخروج وحوش الأرض المجوفة من قوم يأجوج ومأجوج الذين سيأكلون الأخضر واليابس ثم تقام الحرب النهائية بين الخير والشر وبعد انتشار هذه الأفكار ندى أصحاب هذه النظرية وقالوا بأن هناك ستة أبواب أو منافذ توصل مباشرة إلى ذلك العالم السفلي وهي تربط بين سطح الأرض وجوفها هذه المنافذ هي أولا فتحة بالقطب الشمالي وتعد أكبر الفتحات ثانيا فتحة القطب الجنوبي ثالثا فتحة منطقة مثلث بيرمودا في المحيط الأطلسي رابعا فتحة منطقة مثلث فيرموزا في المحيط الهادي خامسا المنفذ الذي يقع أسفل الهرم الأكبر في مصر سادسا المنفذ الموجود في المنطقة 51 في سحراء نيفادا بأمريكا وقال العديد من الباحثين والجيولوجيين بأن الأرض عبارة عن كون داخلي وأول من تحدث عن الأرض المجوفة هذه هو إدموند هالي البريطاني مكتشف مذنب هالي كما يزعمون وكما يقولون حيث تحدث عن فرضية الأرض المجوفة وبأن الأرض لها طبقات ثلاث وقد أيده وآمن بفرضيته هذه فيما بعد مسحاق نيوتن وويليلي وجون كليف وغيرهم كما يوجد في الاعتقاد البوذي التيبيتي فكرة الأرض المجوفة التي تقع فيها مدينة شامطالا العتيقة بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال كهوف معينة نفس الشيء بالنسبة للأساطير الأخرى مثل الكهف الأسطورة كروتشان أو بوابة إيرلندا إلى الجحيم كذلك الأسطورة الألمانية التي تقول بأن هناك جبال بها بوابات لجوف الأرض كذلك الأسطورة الروسية التي تقول بأن هناك قبيلة في سيبيريا انتقلت للجوف الأرض رابعا الأسطورة الأمريكية التي ذكرت نشأة شعب تحت الأرض وخامسا الأسطورة الإغريقية التي في عموم قولها تذكر الإله حديث إله العالم السفلي وبهذا نعرف سر التكالب غير المسبوخ على عدة أماكن بحجة تصديق تلك الأساطير والخرافة من جهة ولأغراض توسعية تملكية من جهة أخرى ونعرف كيفية تأثير الأسطورة الألمانية على الريغ أودولف هيتلر الذي آمن بها وسعى إلى إثباتها بكل طرق حتى أنه هناك من يقول بأنه قد وجد فعلا المدخل إلى قلب الأرض في قارة أنتارتيكا وأنه بعد سقوط ألمانيا فر إلى هناك ولا يزال أمر هيتلر غامضا خصوصا وأنه قبل نهاية ألمانيا بعث وفدا من خيرة العلماء إلى جنوب القارة أنتارتيكا هذا السر الغامض هو ما وثق عن طريق مستندات ووثائق تتحدث عن اكتشاف ممرات تحت الجبال الجليدية هناك بقارة أنتارتيكا هذه الأساطير هي كذلك التي جعلت روسيا وأمريكا يتحالفون في معاهدة أنتارتيكا والتي ظاهرها التخالف وفي باطنها التحالف سنكمل في الأجزاء الأخرى قصة أغارثيا وما يقال عنها وما يقال عن الريخ الألماني وما هي حقيقة الأرض المجوفة لمن له سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات شكرا لكم والسلام عليكم